موسيقى ما الذي يحدث في مجلس الأمور؟ ولماذا تحولت جلساته الأولى إلى جدال عقيم؟ هل تستحق كلمة رئيس السن كل هذه الضجة؟ ولماذا اعتبرها ضيفنا الكريم أنها لا تمثله؟ رئيس جديد للحكومة وآخر للمجلس فهل حان وقت الاستقرار السياسي؟ أم أن البعض سيقول قريباً لا طبن ولا غد الشر علاقة الحكومة بالأغلبية النيابية؟ تعاون واحترام؟ أم خضوع وابتزاز؟ هل تسعى الغالبية البرلمانية لتسيد المشهد السياسي وإقصاء الأقلية؟ أم أنه حق طبيعي لها بما أنها الأغلبية؟ لماذا استكثر ضيفنا على نواب الأغلبية التنسيق بينهم؟ واعتبر بعض ما قاموا به أمر دبر بليل؟ لماذا وصف ضيفنا الحكومة التي لم يمضي على تشكيلها أسابيع معدودة؟ لأنها لا تعرف كوعها من بوعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بساك الله بالخير سيد أهلاً وسهلاً مساك الله بالخيرات سعداء أن نلتقي معك في برنامج المنصة حياك الله أهلاً وسهلاً سيدنا في إحدى ندواتك الانتخابية كانت لك كلمة الكويت ستعود راح نردها بجهودكم وحسن اختياركم وبوعيكم أيها الناخبون وبغير ذلك سوف نمضي في الفوضى والتوتر شعار حملتك الانتخابية كان أن نردها رديتوها ولد الشينة في مرحلة الفوضى والتوتر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي أمار وشكرا لقناة الكوت وشكرا لبرنامجك المميز حقيقة خاصة كان في فترة الترشيحات الانتخابية كان برنامج مميز ومتابع من قبل كشير من المشاهد الحقيقة من يعني المبكر جدا الحكم على الحالة السياسية في البلد هل أننا رديناها أو لم نردها نحن كنا نردها نريد أن نردها دولة مؤسسات دولة قانون دولة مجلس أمة حقيقية نعم في الجلسة الأولى ربما المتابع لجلسات المجلس سواء الأولى أو الثانية خلال يعني الخمسة عشر يوم الماضية قد ياخذ انطباع أن محرانة الفوضى هي اللي قد تكون سايدة يعني إنه مو مريح إنه إحنا هم ردينا على التأزيم والجدال العقيم والتنابز بالألقاب إلى آخرة بس أنا أتصور يعني هذه الجلسات مو مؤشر اعتبر لا الجلسات هذه قريبة من فترة الانتخابات وفترة الانتخابات كان فيها شحن مع الأسف وبالذات شحن في أوي سواء طائفي قبلي هذه الجلسات قريبة جدا من فترة الانتخابات من الترشيحات وأيضا هناك الآن اصطفاف أغلبية وأقلية ففي رأيي من الصعب جدا الآن إنه نحكم على الحالة السياسية على المشهد السياسي بيعني إنه والله ردينا لكويت أو لم نردها ولكن الأمل كبير بأن أحنا تفائل لا نملك إلا التفائل بعض يقول مؤشرات الخمسة عشر يوم الأولى يعني مؤشرات تدعو إلى السوداوية أكثر مو قتلك أنا الأيام المقبلقة راح تكون بعد أكثر صعوبة من الخمسة عشر يوم الحالية مو هذا اللي أنا قتلك إنه الآن إحنا قريبين من فترة الانتخابات والانتخابات أيضا قريبة جدا من تأزيم سياسي في البلد من فترة طويلة ومن فترة تأزيم سياسي شي طبيعي أنت ما تستطيع الانتقال فجأة من حالة إلى حالة في المشهد السياسي فربما تكع تعاول على الوقت بدون شك طيب يعني الكلام أننا من المبكر أن نحكم على المشهد السياسي من خلال هالجلستين على الرغم من أن الكثيرين عندهم انطباع يعني غير محبب طيب طبعا راح نتكلم في سياق الحلقة عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الجلسات الأولى لكن خلينا في البداية نتوقف عند بعض أحداث الجلسة الافتتاحية هي الجلسة الافتتاحية كانت بداية اللغة اللي صار ابتداء تحديدا من كلمة رئيس السن للنائد الفاضل خالد السلطان كلمة لرئيس السن متعارف على أن كل رئيس السن يلقي كلمة يتحدث ويتطرق إلى العديد من القضايا في هذا المجلس تحديدا ثارت ثائرة بعض النواب وتحفظوا على كلمة رئيس السن وأنت تحديدا في إحدى تصريحاتك خلال مناقشة الخطاب الأميري اعتبرت كلمة رئيس السن بأنها لا تمثل النائب عدان سيد عبد الصامد ليش كل هذا اللغة تحديدا في هذه الكلمة نعم وهو خلال مداخل أمو الخطاب الأميري نعم اللي تفضلت فيه صحيح مو بس أنا ترى مجموعة أيضا من النواب مجموعة من النواب لاموا وعتبوا على الأخ خالد السلطان وكأن في فترة ترشيح الانتخابات في حملة انتخابية يعني أنت رئيس السن نقطة مهمة جدا أنه غير رئيس المجلس رئيس المجلس منتخب من المجلس نوعا ما رئيس السن يمثل المجلس ومن له اعتراض أيضا على كلمة رئيس المجلس المنتخب من حق أن يعترض إنما رئيس السن جرت العادة وجرى العرف وبالذات حتى مع الأخالد السلطان لأنه سبق أن كان رئيسا للسن ما كانت هذه القضايا والمواضيع اللي تمثل توجه معين تمثل التيار اللي ينتمي إليه الأخ خالد السلطان وبالتالي كأن أقحم بعض الأمور الخاصة أو متبنيات الخاصة نعم نعم يعني كثير منها وقضايا جوهرية بس شلي منها نائب أحمد السعدون ذكر بأن لا توجد حتى الآن نصوص محددة تحدد خطاب رئيس السن وبالتالي قد هو يكون له الخيار الخاص بأنه هو يرى الأفضل أن يتطرق له المواضيع أكو أعراف أعراف سابقة أعراف سابقة كل رؤساء السن إيه مجرد قضية ترحيب بصاحب السمو أعطاء إطار عام للمجلس حتى المشهد السياسي ممكن ولكن هو يعرف أن هذه القضايا مختلف عليها نعم قد يكون الغالبية نتيجة للتركيب الحالية في المجلس يتفقون على الخطاب اللي ذكره أو كثير من النقاط ولكن أهو المشكلة طرح قضايا جوهرية مختلف عليها يكون في اندرالية القضية السورية قضية التوجه الاقتصادي في البلد كثير من القضايا مختلف عليها وهو طرحها كأنها توجه عام للمجلس ورد النائب مسلم من براك وقال القضايا اللي طرحها تعبر عن كل الكويتيين ورديت عليه قلت حق الأخ مسلم من أعضاك حق الكلام باسم الكويتيين وبدليل أن كثير من أعضاء مجلس الأمة اللي هم يمثلون الأمة اعترضوا وبشدة على كلام الأخ خالج السلطان طيب بوقفكم هذا الرافض لكلمة رئيس السن في بعض ما تضمنته من بعض المواقف والقضايا نائب الفاضل مسلم من براك أيضا كان لتصريح أو تعقيب حول هذا الموضوع قال لماذا لم يقترح من اقترح هذا الأمر باستشكال على كلمة رئيس السن وضع ضوابط على كلمة رئيس المجلس أيضا وقد وقف رئيس المجلس السابق سيد جاسم نخرافي يوما وتحدث عن المعارضة أنا خففتها طبعا هو قال كلمة أخرى وقال أن الصراع الدائر هو صراع على كرسي الرئاسة ولم يتكلم أحد فلماذا كان البعض هناك رحيما وهنا شديد العقاب أكو فرد قلت لك أنا بين رئيس مجلس منتخب من المجلس وبين رئيس السن علم أن حتى رئيس السن ما كان الأخ خالد كان الأخ أحمد السعدون ولأنه مرشح رئاسة وحتى لو مرشح رئاسة هو لا يرغب في رئاسة المجلس بصفتها كبير سن بسابقة وبالتالي رئيس السن غير رئيس المجلس بمجلس المنتخب وأيضا أيضا من حق أي عضو في مجلس الأمة أن يعترض على الكلمة ولكن ما حصل يعني كما أكد لك قضايا جوهرية مختلف عليها وبدليل بدليل الآن القضية السورية رح تكلام عنها بعد شو عدري شفنا عندما طرحت صار جدل كبير عليها واختلاف فأنت شلون تطرحها كأنه شيء مسلم طيب شنو خطورة هذا الموضوع في المستقبل الآن عندنا نائب الفاضل خالد السلطان وسن سنة حدث نوع من الجدال حول هذا الموضوع في المجالس السابقة في المجالس عفونا القادمة في المستقبل شنو خطورة هذا اللي جرى في هذا المجلس لا أن البعض يتوهم بأن كلمة رئيس السن تمثل المجلس ويتم الاستفادة منها إعلاميا أيضا أنه حصل في المجلس تعرف أنت الآن خاصة الجلسة الافتتاحية تنقل مباشرة ولا على القنوات الفضائية أيضا إضافة إلى الأرضية أنت الجلسات العادية تنقل على تدريزون الأرض فقط وهذا يعطي انطباع حتى للعالم كله بأن هذا الكلام يمثل مجلس الأمة وبالتالي لا هذا مغاير للواقع ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا حدث نوع من اللغط فيها اللي هو قضية رئاسة المجلس واللغط اللي أثير تحديدا حول موضوع آلية التصويت إلكتروني أم ورقي نائب مسلم البراك ذكر بأن الجهاز الآلي لم يستخدم إلا في 2008 وهذا أمر تقديري للرئيس منفردا رئيس الجلسة يستخدم حقه هل من المعقول أن تكون المرجعية جهازا آليا أم أوراقا مختومة وممثقة ما تعتبر هذا الكلام منطقي كشيء لائحي من حق رئيس المجلس الاختيار بين النظام الإلكتروني والأوراق كنص لائحي طيب نعم ولكن جرت العادة في المجالس السابقة طبعا في آخر مجلس كانت تزكية المجلس اللي قبله 2008 كان أيضا انتخاب انتخاب عن طريق النظام الإلكتروني وتم يعني الصرف على هذا النظام والتأكد من سلامة هذا النظام وبالتالي جرى العرف والاتجاه بشكل عام على استخدام هذا النظام الإلكتروني وما في يوم من الأيام أحد شكك في هذا النظام بس هما في الجلسة أو بعض تصريحاتهم سواء المباشرة أو الغير مباشرة كانت ترتكز على قضية عدم الثقة في الجهاز الإلكتروني شوفه الموضوع إما عدم الثقة في الجهاز الإلكتروني أو عدم الثقة في من ينتخب يعني أحد أمرين ولكن أما في الجهاز الإلكتروني أو عدم الثقة في الناخبين النواب النواب ايه اللي ينتخبون بدليل والقضية الاساسية كانت الرئيس حتى نائب الرئيس لو كان هناك يعني رغبة في الالكتروني ربما مشت لكن القضية كانت قضية الرئيس لانها قضية جوهرية وقضية حاسمة وفي سنة من السنوات البعض كان يتوقع نتيجة معينة واختلفت النتيجة عما توقع وبالتالي شنو على الرغم من ان كثير من النواب كانوا يعطون تعهدات للمرشح الفلاني او المرشح الفلنتاني في هذه الانتخابات انا اتصور كان هناك من يريد التأكد بان من يتعهد يلخزم بتعهده ويفيه بوعده شن المشكلة؟ بدليل شن المشكلة؟ شن المشكلة يعني اذا انه وعد والتزم لا الاتزم نتيجة للمراقبة ونتيجة للمراقبة الذاتية سيد خلتكلمني بصراحة شوي انتو كان لكم موقف اياما كنتو اعضاء في التكتل الشعبي بالالفين وستة ايضا انتو في موضوع التصويت للرئاسة كنتو يعني اعضاء التكتل الشعبي تحديدا كانوا يعني كل نائب يوقف عند نائب زميلة عشان يتأكد هو صوت هنا ولا صوت حسب الاتفاق والالتزام لماذا هناك كان غفور الرحيم والحين عليهم صار شديد لا هذا يؤكد كلامي اللي هو؟ يؤكد كلامي بان ما كان ثقة في من ينتخب ايه هذا يؤكد كلامي بان ما كان فيه ثقة في من ينتخب بدليل ان انا واحد من الاخوان كان وياي ومتعهد حق الاخ احمد السعدون انه يصوت له وانا كل ما بطالع ورقته وهو كان يوخر ورقته ورقته عني ما يبيني انا اشوفه في حين انه اكو نائب ثاني اللي اهو محمد الصقر في البنش الثاني اللي ورائه اللي شافه انه ما عطى احمد السعدون فانكشف هذا لو كان يدرك ان يعني راح ينكشف ربما في يومها عطى الاخ احمد السعدون فالقضية واضح انه قضية عدم الثقة في من ينتخب الجهاز الالتروني الجهاز الالتروني هذه قضية مهمة جدا اثار الاخ خالد السلطان ايضا ملاحظة بانه هناك من داخل المجلس الامانة او موظفين يقولون بان لا ان النظام الالتروني مشكوك في دقته طيب لكن ما صار متابع على الموضوع ايضا على الرغم من هذه الملاحظة شفت انت حتى امس قضية تصويت على الشعب البرلمانية في الاعضاء ايضا تم استخدام الجهاز الالتروني با حد شكك ولا حد عارض بالنسبة خاصة للعضاء واضح بان التصويت الورقي في الفترة التي يريد فيها البعض التأكد من التزام الناخبين من الاعضاء طيب وهذا طبعا يقلل من فرصة الحرية للناخب وهو لانه تحت ضغط علما بان هناك ايضا حالات نقلت بالصحافة بالنسبة لرئاسة المجلس هناك من سواء الاعضاء او من الوزراء من حاول يظهر ورقته كاثبات لمن صوت له بما نحن نتكلم على موضوع الرئاسة بشكل سريع جدا سيد وصول رئيس جديد لمجلس الامة البعض قاعد يعول بانه سيشكل عامل استقرار سياسي للمرحلة المقبلة انت شون ترى الامور وفي من يذهب الى اكثر في من يذهب الى اكثر من ذلك بان قبل حل مجلس الامة كان يعد لهذا السيناريو السيناريو وصول وصول رئيس جديد الى مجلس الامة من اجل التهديئة السياسية احنا المستقبل اهو اللي راح يكشف ذلك انه فعلا كانت هناك صفقة ام لا في من كان يقول انه هناك كان في صفقة لوصول رئيس جديد الى المجلس يهدئ في الحركة او في المشهد السياسي هذا كلام طيب بغض النظر اذا كانت صفقة وغير صفقة رئيس مجلس الامة بكل تأكيد منصد مهم راح يستبر معاك في حال استمرار المجلس لمدة اربع سنوات سيد عدنان عبدالصمد بكل تأكيد سوى حساباته كلها عرب بالضبط الى حد ما من اللي راح يوقف معاه من اللي ما راح يوقف معاه وبالتالي لمن اتخذ هذا القرار بكل تأكيد بعد كل هذا التاريخ السياسي ما اتخذ عبث كان يعول على النجاح شا اللي صار وما نجاح سيد عدنان عبدالصمد اي يعني اهو الانسان سواء بانتخابات الرئاسة او نائب الرئيس او حتى بالانتخابات العادية انت عندك بعض المؤشرات ولكن لا تستطيع الحكم امية في لمية الا في بعض الظروف انا لما رشحت لا لم اكن متأكد من مئة في المئة يعني ثمانين بالمية على الاقل ما يمنع اي ثمانين في المئة لو اتطبقها صارت يعني يعني حتى الرئيس لاحظ ان الاخ محمد الصقر ياب ستة وعشرين صوت وبالتالي الفارق بين اللي ياب محمد الصقر اللي انا يبتهى اربع وعشرين صوت عفوا صوتين انا اربع وعشرين وهو ستة وعشرين فشيء طبيعي انت تعول وتبذل جهد سواء مع الاعضاء او مع الحكومة كنت تعول على تصوية الحكومة لك؟ يعني مو كلها حسب العلاقات الشخصية لا اكثر من ذلك من باب التضامن يفترض ان عندهم تضامن وزاري حسب ما قيل بان الحرية تركت للحكومة ولكن هناك كلام ايضا يدور بان اكو كان توجيه لمجموعة من الحكومة بالتصويت لرئيس معين لا تسألني منه كان في كلام وبالذات لشيوخ يعني كان اكو توجيه لشيوخ ان يصوتون اذا صح هذا يصح كلامنا اللي قلناه قبل شوية ولكن بالنسبة لنائب الرئيس انا ايضا كانت لعلاقة في الاخوان الان اللي في اطار الاغلبية وكانت علاقة جيدة استبعد لان في من صارحني منهم ان انا لا ملتزم وفي من يعني ان شاء الله يصير خير هالشكل انما شيء طبيعي هذا انه يتم وانت مو متأكد مئة في المئة شيء الاخر القضية الثانية بانه جيد ان الواحد يستقرأ الخريطة السياسية في التصويت على نائب الرئيس اضافة الى الرئيس اضافة الى المراكز الاخرى يعني انا كنت ارغب يعني ارضى بان لا انجح في الترشح لنائب الرئيس افضل من اني انا انجح في مركز اخر مثل امين السر او غيره وبالتالي ايضا استقراء للخريطة السياسية هل اغلبية البرلمانية تحاول ان تقصي الاقلية البرلمانية راح اسمع الجواب منك على المنصة سيد بعد الفاصل خلكم معنا عدنان سيد عبدالصمد نائب مخطرم طالما حسب نفسه على اصحاب الطريق الثالث الذي لا تقع حدوده في ارض الموالاة ولا تتقاطع اطرافه مع جوانب المعارضة الا تلك التي يصفها بالمعارضة الرشيدة وها هو يعود مجددا الى مجلس الامة للمرة الثامنة بعد ان خاض الانتخابات الاخيرة تحت شعار انردها ملخصا امانيه في عودة الامل لنفوس الجميع حتى تعود الكويت افضل مما كانت عليه لكن السؤال الاهم ما الذي يمكن ان يفعله رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة الحالي المجلس الذي اختلف نوابه على كل شيء تقريبا وكان الجدال بينهم سيد الموقف بداية من كلمة رئيس السن وصولا الى الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع السوري هياكم الله مشاهدين الكرام سيدنا نرجع الى التنسات الاولى لمجلس الامة الاغلبية النيابية سيطرت على اغلب اللجان البرلمانية هل تعتبر هذا حقهم الطبيعة الطبيعي كونهم اغلبية برلمانية وبالتالي هما سيطروا على هذه اللجان نعم هذه الديمقراطية اللي يملك الاغلبية هو اللي يتحكم في القرار السياسي ولكن يعني حتى في الدستور لما نقول الديمقراطية هي حكم الاغلبية انما الاقلية لها حقوقها ايضا دستوريا ولائحيا اللي اللي جرى حسب نصوص اللائحة سليم 100% ولكن احنا ايضا عندنا اعراف برلمانية عندنا اخلاقيات برلمانية انجاز التعبير انه والله يعني الكل يشارك في انتخابات اللجان وغيرها فشاركته بدليل ان المعارضة الاغلبية البرلمانية الحالية تقول بانها بسحت واعطت المجال لالاقلية البرلمانية بدليل ثلاث لجان مهمة احدها حضرتك تترأس لجنة الميزانيات بالاضافة الى لجنة المالية واللجنة الخارجية هذا طبعا من الدكاء السياسي اللي انا فعلا يعني اصف الاغلبية او من يدير الاغلبية لكن انه في بعض اللجان المهمة لم يترك المجال للاخرين يعني بعض لجان المهمة يعني مثل قضية التشريعية حماية الاموال العامة التربية الداخلية والدفاع اللي عادة ما انه يتم التنافس عليها وهو اللجنة الوحيدة يمكن اللي ترك المجال او لجنتين اللجنة الوحيدة اللجنة المالية ولجنة اخرى بنوع من التفاهم والعلاقات بين رئيسها الحالي الاخ محمد الصقر والنواب اما بقية اللجان لا يعني تم السيطرة عليها انجاز التعبير بل ان اكو نقطة اخرى غير قضية ان يعني ترك البعض لجان معينة كان هناك اشخاص مقصود اقصائهم من قضية بعض اللجان اشخاص من الاقلية من الاقلية ايه يعني لما اتصير اللجنة تزكية وفيها الف من اه قلت الف يعني ما انتبه تذكر الاسم اللجنة لا لا ارغب يعني على سبيل المثال يعني ان بعض الاشخاص اقول صريحة العبارة يعني مثل الاخ عبد الحميد دشتي الاخ محمد جوهل وبالتالي محمد الجوهل النائب محمد الجوهل الدخل في احدى اللجان الدكتور عبد الحميد دشتي رشح نفسه للجنة اللجنة التشريعية ايه وطلع الاحتياط الان بعدين اعيد التصويت انا قاعد اقول لك ايه في بعض اللجان تركت وان لكن لجان مهمة مو بس انه يرغبون في السيطرة عليها طبعا الرغبة في السيطرة عليها انت لما تترك اخرين يكفي انه عندك الاغلبية داخل اللجنة لانتخاب الرئيس وانتخاب المقرر ايه وبالتالي انت لما تسيطر على اللجنة خلاص سيطر على كل القرارات داخل اللجنة هذه من الناحية على الرغم من السماح ببعض الاشخاص انه يدخلون اللجنة انما بعض الاشخاص مثل ما قلت ما كان يراد لهم ان يدخلوا بعض اللجان بالمرة وهذه اول مرة تحصل بالنسبة للحالة اللي انت اشرت اليها ابدا يعني قضية الان لجنة تشريعية نوعية النواب ما كانت موجودة في السابق وبالتالي التوجه هذا اللي حصل في جلسة اللجان ما كان موجود وب هالحدة يعني اللجنة التشريعية كان هنا الاحتياط اللي بعده الاخ عبد الحميد دشتي كان الاحتياط وحي ما في غيره فالاخ فيصل وهذا شيء عادة عرف جرى سابقا انسحب مفهوم لدى المجلس بشكل عام ان الاحتياط هو اللي يدخل هذا العرف اللي كان موجود ومعروف لدى المجلس فلما انسحب الاخ فيصل على اساس انه يدخل الاخ عبد الحميد وهو للعلم قانوني ومحامي ودكتور مجرد ما ان الاخ فيصل انسحب كان احد النواب الاخرين اللي اوهوا وليدي الطبطبائي رشح لكي يمنع الاخ عبد الحميد من الدخول في اللجنة وطبعا وطبعا مثل هذه الممارسات ما كانت موجودة وما تسويه ما تسويه يعني الحيد عبد الحميد دشتي لما يدخل اللجنة التشريعية وهناك اغلبية انت القرار بيدك داخل لجنة التشريعية ولكن كان هناك مقصود اقصاء بعض الاشخاص المعينين من حتى مجرد الدخول باللجان المهمة اللجان عادية ممكن انه يترك للمجال وبالتالي تم ايضا بعد الترشيح صار انتخاب والاغلبية انه لا فيصل دويسان دخل ولا عبد الحميد دشتي دخل وال المرشح الجديد صار رئيس اللجنة التشريعية ما تعتبر هذه نوع من ردة الفعل بكل صراحة سيد يعني كانت اكو هناك سابقة حدثت في المجلس السابق تحديدا فيما يخص موضوع لجنة الظواهر السلبية في لجنة الظواهر السلبية لمن اعيد تصويت عليها تم اقصاء بعض المؤسسين اللي اسسوا هذه اللجنة ما ممكن هذه تكون ردة فعل من قبل البعض وارد بس اول كان اكو يعني في المجلس السابق اكو تداخل صحيح واكو محاولة السيطرة على بعض اللجان اللي يرغبون فيها العضاء وبالذات انا اكرر واكدلك لما تحصل على الغالبية ما يهم بعد من يدخل طيب لان وحتى اكو نقطة مهمة حتى قضية الميزانية انت الان طبعا على الرغم من ان انا ايضا علاقتي جيدة وطبيعية مع كثير من الاعضاء بما فيهم الاغلبية لكن لجنة الميزانية على مر الفصول التشريعية السابقة انا دائما ادور لها زباين زباين يدخلون كاعضائي لان فعلا اكو ناس يدخلون في دورة معينة الدورة اللاحقة يطلعون نتيجة لطبيعة العمل والكم المتراكم من وجود حسابات ختامية وميزانيات وجهد الكثير لا يحب الدخول في هذه اللجنة طيب بمعنك ذكرت لجنة الميزانيات نستحضر كلام النائب السابق الفاضل عدل الصرعاو اللي كان يشتكي منك بسبب كثرة الاجتماعات والنشاط اللي كان في لجنة الميزانيات خلينا ننتقل الى جانب اخر ايضا يتعلق باللجان التي شكلت او التي كان يطمح لها تطمح لها الاغلبية لتشكيل لجانة التحقيق النائب الفاضل محمد الصقر ذكر ان انشاء لجنة التحقيق هو حق اصيل للمجلس لكن نحن فوجئنا بتحديد اسماء قبل الجلسة ويدل على ان الامور تطبخ خارجيا ما يصير تفرضون علينا ما تطبخوه في الخارج ما تعتقد ان هذه الاجتماعات اللي كانت تعقد التنسيقية لبين قوسين الاغلبية البرلمانية للاستعداد وترتيب وتنظيم امورهم قبل الدخول سواء فيما يتعلق لجانة التحقيق او بقية القضايا امر طبيعي من حقهم لا من حقهم انا اقولك من حقهم وكثير من الناس كانوا حتى على مستوى التكتلات صغيرة كانوا ينسقون برة ويون داخل المجلس لكن الان اللي صار نتيجة لوجود الاغلبية بهذا العدد وجود اغلبية بهذا العدد وما اذكر انا ان في اقتراح لجنة معينة هني النقطة المهمة في اقتراح لجنة معينة على الرغم انه اتنسق انت برة وبالنسبة للجان طبعا اكو وضع اخر بالنسبة للأولويات هذا في حديث اخر طيب لكن بالنسبة للجان ومن يرغب انه يصير فيها لا كان يصير لكن ما اذكر انه كانت تحدد اسماء معينة ضمن الاقتراح ما صارت قبل ما اذكر حسب ذاكرتي نعم تقترح لجنة بصلاحيات معينة ثم بعد ذلك يطرح الموضوع للنقاش والانتخاب ويتم التركيز على من اتفق عليه حتى خارج الجلسة بحيث انه الاخرين لكن انه تي اسماء جاهزة متفق عليه هذا شيء تتفق مع الناب محمد الصقر وهذا انه الاخ محمد الصقر هو اللي كان يشير له احنا نقرر اللجنة ثم بعد ذلك نقرر من يدخل هذه اللجنة طيب انت ذكرت الان في طيات كلامك ايضا موضوع الاولويات ايضا هذا الموضوع تم مناقشته من قبل الاغلبية البرلمانية خارج المجلس بعض النواب في الاقلية تحفظ البعض استنكر البعض اعتبر نوع من الاقصاء انت شنون تفسر الموقف اي لا هذا بالنسبة الاولويات مثل ما قلتلك يعني سابقا اللي كان يدعى لتنسيق الاولويات كل اعضاء المجلس وفي داخل المجلس الله يذكره بالخير الاخ جاسم الخرافي رئيس المجلس السابق كان يوجه دعوة لجميع الاعضاء بدون استثناء في قاعة الاجتماعات داخل مجلس الامة وتبحث هذه الاولويات اذا اكوى اغلبية ايضا هناك تقدر تناقش الموضوع داخل مجلس الامة اختلف الوضع لا مو بس اختلف يعني في بعض الاخوان اللي كانوا يعترضون على دراسة هذه الاولويات داخل المجلس يعني خارج قبة عبدالله سالم وداخل المجلس وعلى الرغم من ان الكل كان يدعى لها وهم ما كانوا يحضرون كانوا يعترضون على هذا الاجراء الان هم يشاركون الان مو بس يشاركون يعدون الحين انا ما ادري يعني حتى كان في كلام ان التنسيق مرة يكون في شبد في كلام ان مرة يكون التنسيق في الزلفي كلام ما ادري في الزلفي نعم ان والله يعني كرحلة هناك وعلى الاقل بين مجموعة اسمع كلام يتداول ما ادري مدى صحته ف اللي حاصل ان من كان يعترض على هذه القضايا الان اشوف لا يتخذها اجراء عادي و باجراءات ايضا مغايرة لما تم يعني مجموعة معينة تدعى لاجتماع لتحديل الولويات وشفنا قضية الاخ الخنفور اللي صار عليه كلام دعي او الى اخرة يعني حتى هذه الحركة ما كانت مقبولة طيب احنا تكلمنا عن كتلة الاغلبية البرلمانية كتلة ال35 ما تطلق عليها حاليا تعتقد من خلال تحليلك سياسي سيد هذه الكتلة مرشحة للاستمرار مرشحة للتقلص طبعا هي ترى وهو انجاز التعبير تكتل الكتل تكتل الكتل وسبق سابقا كان هناك طرح مثل هذا الموضوع ان والله مجموعة من الكتل التأمت مع بعضها وشكلت الاغلبية طيب الان نعم اكو نوع من التنسيق حتى هذه اللحظة بين هذه الاغلبية اكو كتلة التنمية تكتل الشعبي الان طلعت كتلة جديدة العدالة قضية التجمع السلفي تعتقد مش تستمر اكو تكتل الكتل الان يستمر ما يستمر انا ما اقدر احكم الحقيقة في هذا الوقت القصير ايه وبعدين هذا يعتمد على مسار الاحداث والقضايا اللي تطرح لكن انا شايف ان في بعض القضايا الان طرحت بعض الاولويات وتراجعوا عنها اليوم عندنا تصريح احد النواب بان المادة الثانية ليست من اولوياتنا سابقا كان يطرح موضوع ان الاولويات لا المادة الثانية من اولوياتنا طيب ايه ربما اكو اتفاق ولكن المستقبل هو اللي يحكم لكن اكو قضية اخرى ان هذه الاولويات اللي طرحت اولويات الكتلة الغالبية تكتر الكتل اللي نسمي تكتر الكتل الغالبية ان هذه الاولويات اللي طرحت غير اللي سبق ان طرحت قضية الدم المالية قبل وين تقصد قبل انتخابات مجلس الأمة اثناء فترة الترشيح بان لا عندهم اولويات معينة غير الاولويات الان اللي طرحت قضية الدم المالية مخاصمة القضاء استقلالية القضاء ما يطلق عليه موضوع البدون تم استثناء ايضا البدون الاولويات الان اللي طرحت غير الاولويات شو تفسر هذا تغير يعني وربما اكو اكو نقطة مهمة يعني اه الان الكتلة يمكن في بداية الامور راح تطرح القضايا الشعبية طيب القضايا الشعبية لكي اه تحافظ على تماسكها وتطرح بعض القضايا اللي لا يوجد خلاف عليها خلونا احنا نمشي الان في هذه الفترة وفي ما تدري ايضا عمر المجلس شنو راح يكون احنا في هذه الفترة كل ما استطعنا انجاز مشاريع شعبية هذه يكون اه ادعى الى التحام الكتلة وايضا شعبيا افضل لمجموعة الاغلبية بما نحن تكلمنا عن كتلة الاغلبية البرلمانية اه البعض يتحدث عن ان هناك تحركات لتشكيل كتلة تجمع الاغلية البرلمانية هل هذا الكلام صحيح؟ في كلام دار عن تأسيس او انشاء كتل في المقابل من الاغلبية مو بالضرورة ان من كل الاغلية مو من الاغلية كان في حديث ان هل من الصالح ان والله ان تكون هناك كتلة اقلية او مجموعة من النواب هذا مجرد كلام حتى هذه اللحظة حسب علمي لا يوجد تكتل معلن عنه قد يكون اكو تنسيق بين مجموعة من النواب من المواقف ولكن كاعلان كتلة او اكثر حتى هذه اللحظة وحسب علمي لا يوجد اللغط الكبير اللي دار في الجلسة الاخيرة اللي مناقشة الوضع السوري رح اسمع منك الجواب وتعليقك عليه بعد الفاصل على المنصة سيدي خلكم معنا موسيقى 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 مهاذي المشكلة هذا الغريب بان الحكومة لا تعرف اسس للقرارات اللي تتخذها مع الاسف كيف حكومة الكويت توافق على توصية بدعم جهات مسلحة في سوريا نحن مع الشعب السوري مع الاصلاح ضد القتل ضد التدمير ايا كان من سواء النظام او من الجماعات المسلحة اللي ضد النظام انا اطلب من وزير الخارجية فقط ان يقرأ بامعان تقرير بعثة الجامعة العربية برئاسة الدابي خالي يقرأ خالي يشوف خالي يقرأي يشوف شنو الجماعات المسلحة قاعد تعمل في سوريا وقاعد تشارك في القتل والتدمير والمدنيين الاجهزة المدنية ايضا هذه تقارير من البعثة ورسمية وموثقة اضافة الى قضية ايضا الفبركات الاعلامية اشار اليها التقرير فانا استغرب من كلام وزير الخارجية ان كيف يوافق على دعم جهات مسلحة نعم جهات انسانية تستنكر القتل من اي جهة من الجهات تتناقض انت مع نفسك عندما تقول المبادرة العربية وايضا تؤيد الجماعات المسلحة كذلك قضية المجلس الوطني الان خل يعرف منه يرأس المجلس الوطني وتصريحاته عن اسرائيل ودعمه لاسرائيل شلون انت تؤيد مجلس يدعم اسرائيل فانا ان شاء الله راح اوجه سؤال برلماني بهذا الخصوص لمعرفة رأي الحكومة الرسمي مو كل وزير اي ويحاول ايضا يرضي اغلبية في المجلس الامة اعاكم الله شلي صار ليش وصلنا لهذا الحال تحديدا عندما ناقشنا الوضع السوري نعم لان هذه القضية مختلف عليها من ناحية الجوهرية يعني مو وهذا الكلام نربطه بكلام كلمة رئيس السن انه يطرح موضوع مختلف عليه من الاساس القضية يعني التعامل مع هذه القضية في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع في سوريا يدلك على شلون ان احنا نتعامل مع القضية السورية بشكل عام تصور انت في اللجنة اكو اغلبية يستطيعون الكلام مطولا اي لجنة تقصد عفوا في البرلمان في البرلمان نعم ايه في المجلس ان يستطيعون ان يتكلمون ما يريدون تصور ان لا يراد ان يسمع الرأي الاخر على مستوى الآن العالم الاعلام لا يراد ان يسمع الرأي الاخر احنا في نفس الجلسة لا يراد ان يسمع الرأي الاخر قلنا لهم بدل الثلاث دقائق عطونا خمس دقائق لم يتم قبول هذا الاقتراح ثلاث دقائق فقط انت اشتف تتكلم على الرغم انها قضية مهمة وفيها كثير من الجوانم التعامل مع القضية السورية نفس التعامل في الجلسة الخاصة بمناقشة هذه القضية لا يراد للرأي الاخر ان يسمع مع الاسف وانا ابي انبه الى قضية مهمة جدا مع الاسف نتعامل عادة نتعامل بامنياتنا كثيرين يتعاملون مع قضايا معينة بامنياتهم بعيدا عن الواقع بعيدا عن الواقع وعن الموضوعية وعن الانصاف وبعيدا عن الزوبعات الاعلامية اللي تصير في العالم وبعيدا عن مشروع اعلامي اللي حصل بالنسبة لسوريا احنا انا شنو طالب يا اخوان اكو تقرير لمجلس للجامعة العربية اللي هو التقرير الخاص ببعثة الدول دول الجامعة العربية على اساس يروحون 166 شخص 13 دولة كلفوا شخص لمدة شهر تقرير وطالبت انا في مجلس الامة قلت يا جماعة بس انتوا اقروا هذا التقرير هذا التقرير يوضح لك كيف انت تعتقد سيد بصراحة لو كانوا قارين التقرير راح يغيرون قناعاتهم وواقفهم بغض النظر يعني في من لا عنده موقف معين مثل ما قلت لك يتعامل بما يرغب ما يتعامل مع الواقع بس لا اكو ناس اخرين بدون شك يعني مضللين بالنسبة للرأي العام الامام علي عليه السلام يفرق بين اثنين يقول ليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فاصابه اكو ناس يطلبون الحق فيخطئون النتيجة لتضليل اعلامي اكو ناس لا يطلب الباطل فيصيبه المهم ان احنا هذه اكو قراءة خاطئة بالنسبة لكثير من القضايا وبالنسبة للوضع السوري بالذات كل هالاغلبية البرلمانية وكل هالنواب والعالم من وراهم عندهم قراءة خاطئة للوضع في السوري وعدد يسير من النواب يا سيد عدنان عندهم قراءة واضحة تماما انا لا اريد انا لا اريد ان استشهد بايات من القرآن الكريم تحدد مصداقية الاغلبية والاقلية خوفا من ان البعض يفهمها كإساءة لكن انا اقول مو شرط الاغلبية دائما على حق انما اكو عندنا احنا تجربة تجربة مريرة بالنسبة لقضية دعم صدام اثناء الحرب العراقية الايرانية في الثمانينات في الثمانينات احنا شكثر دعمنا صدام منو كان ضد صدام بالكويت اعظام مجلس الامة تقولي ذا اغلبية لا الان المعارضين اكثر احنا كنا ثلاثة ضد اقراب صدام بالمليارات في من يقول ست مليارات اللي عرضت علينا في من يقول بعد حل المجلس ايضا ست مليارات اخرى 12 مليار اعطيت لي صدام كم واحد في المجلس اللي اعترضوا على اقراط صدام ثلاثة دكتور ناصر صرفو دكتور عبد المحسن جمال وانه وكان يقول لهم عبد المحسن جمال يا اخوان انتو الان تدعمون شخص راح ينقلب علينا هذا مثل الحية الرقطة وسبحان الله هذا الكلام بعد عدة سنوات حصل في الغزو اللي احنا دعمنا وهو اللي غزاننا وتم اتهامكم في ذاك الوقت مو بس اتهامنا قال قائلهم فلتقطع الاصابع الثلاث كل الصحف بالكويت قاطبة كانوا ضدنا الرأي العام ضدنا مجلس التعاون كله ضدنا انتو ضد مجلس التعاون انتو ضد القومية العربية انتو ضد حامي حمل بوابة الشرقية الاغلبية مو بالضرورة مو هذه المشكلة انت الان نكرر ها من الاعضاء تصدق من الاعضاء الحاليين الموجودين عندنا اللي الان يقول انا انه والله النظام السوري يترحم على صدام نظام صدام حسين لو كان موجود يترحم على النظام السوري هذا هو اللي كان بالغزو عانا ما عانا وكان يرفع ايدين الثنتين للقرض العراقي بالموافقة بالموافقة بان شخص اخر موجود ويانا ايضا في المجلس لما طرح موضوع انزين احنا لما نعطي قروض حق صدام خلنا نطرح موضوع الحدود لا 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 نطرح موضوع الحدود نربطها بالقرض اللي صدام لانه هذا يعتبر نوع من مساومة او ضق الكل كان مع صدام وصدام بنفسه تكلم علينا كان جو مشحون لكن واحد من الاخوان كان يقول لي معاول انتو بالنسبة للقرض العراقي طلعوا بر المجلس لا تصوتون بالرفض علشان تمشي الامور لش هذا موقف موقف تاريخي هذا موقف الان هذا الشيء راح يتكرر الان بالنسبة لسوريا مع الاسف لكن البعض بعض النواب الان المؤيدين للمعارضة السورية تحدثوا عن بعض النواب المؤيدين هو يصفهم المؤيدين لنظام السوري وقال انهم شركاء في القتل انتو بعض النواب اللي ايتوا النظام السوري شركاء في القتل ومواقفكم فضحت ولائكم لايران هذا كلام ما اخوذ خيره هذا الكلام شيء وقيل اكثر منه ايام صدام واحد منهم قال احنا في مجلس ايراني ولا مجلس عربي ايضا عند اقراض صدام وشافه والنتائج بعدين هذا كلام ما اخوذ خيره يا عمار الان هذا اللي حصل مينه دافع على النظام السوري عندما يقتل احنا بانا تقول شفت انت بالمقدمة احنا القتل والتجمير اي جين كان الطرف سواء النظام السوري او المسلحين المعارضة المسلحة بل احنا قلنا قلنا بالعكس هناك حراك شعبي في سوريا ومعارضة حقيقية تدري انت معارضة سلمية الان في سوريا تدعو الى الاصلاح كانت طيب في السجون انا ما بيدخل في تفاصيل الموضوع السوري عدل عدل انا بس اعطي مؤشرات لكي لا يقال ان احنا ندعم النظام السوري في القتل والتدمير هناك من حق الشعب السوري ان يعيش حياة حرة كريمة ديمقراطية ايضا والحراك الشعبي لكن احنا ضد المعارضة المسلحة اللي قاعد تقتل الناس واتدمر البلد وهذا كله موجود في تقرير الدابي مو انا اللي اقوله انا هذا الاحنا يعني انا اعطيك شو في التمييز هناك من طرح صور على قضية انه والله شوفوا الجرائم الجرائم النظام السوري القتل كل الاعضاء الاقلية اللي انت تسميهم واللي اتهموهم بتأييد النظام السوري سيد حسين قال اللهم اننا نبرأ اليك ممن قتل هؤلاء والله ينتقم ممن قتل هؤلاء ايا كان والكل قال الالهي امين شفت الاصور في الجرائم لما مرفوحة في اليدين يقولون اللهم امين شاهد شنو ولكن القضية انه شوف الناحية الاعلامية الدابي نفسها هاي في تقرير الدابي يقول هناك فبركات اعلامية فبركات اعلامية للوضع السوري وقال انه احنا قاعد دورنا ايضا يشوه اعلاميا اعلاميا وهناك من يريد افشال المهمة انا اكرر اليوم يا اخوان ادقوا تقرير الدابي لانه قبل لا يروح كان خوش ادمي ومنصف وانه كفاءة وعقب ما راح وطلع التقرير على اكس ما يرغبون صار انه ما يعرف شغله صار انه عميل صار انه الخارجية الامريكية قالت قاموا يشبه لنا يمثل لنا صداع طيب فالخلاصة انا اقول يعني مع الاسف انا قبل ما اصل للخلاصة نعم البعض بعض النواب زج بعض الامور العقائدية عند مناقشة الموضوع السوري هل هذا الموضوع كان سليم زج بعض المواضيع العقائدية مهذا هذا انا اقول لك تقية تحديدا ايه انا انا اقول انت شنو داعي شنو داعي ان انت تثير بعض هذه القضايا الاستفزازية انت حتى انت اذا انت تقول عندك اغلبية وعندك توصيات معينة وستمر هذه التوصيات انت اللي ما عنده حجة يواجه الحجة بالحجة وهو اللي يستخدم مثل هذه الوسائل مثل هذه الاستفزازات وبالتالي ما كان انا اقول لك بالنسبة لما عرضت الصور الاخ عبد الحميد دشتي طالب ايضا بعرض بعض التقارير وعن قضية عنده سيدي سواء عن تقرير الدابي المبعث من قبل الجامعة العربية طيب وفي نفس الوقت عنده سيديهات عن قضية تضليل الاعلامي تم رضو لم يوافق المجلس ليش انت طالعوا بعدين احكم انا ما اجبرك لكن انا اعود المشكلة ان احنا الان قاعد نقحم في قضية خطيرة جدا قاعد نقحم تصور ان احنا ندعم مقاومة مسلحة في سوريا وندعو الى دعمها بالمال والسلاح ندعم المقاومة المسلحة قبل ما اختم هذا الموضوع شلو انت فيصل موقف الحكومة اهني تكلم ان احنا باستفاضة عن النواب موقف الحكومة باختصار اهني المصيبة المصيبة هذه قضية قرار الحكومة ايضا لما اقول الحكومة ما تعركواها من بوعها انتوا يا حكومة ترموا نواب النواب عندهم شرائح يطالبونهم عندهم قضايا انتخابية عندهم قناعات معينة الى اخرة لكن انتوا كحكومة لازم اتقيسون الوضع واتقيمون تقييم صحيح انت وزير خارجية يوافق على دعم مقاومة مسلحة جماعات مسلحة مذكورة في تقرير الجامعة العربية بان اهلي ترتكب كثير من قضايا القتل في سوريا انت تدعمها وفي حين تطالب في نفس الوقت وزير الخارجية بنفسه يقول الحل الامثل هو حل المبادرة العربية المبادرة العربية فيها دعم المسلحين انا اقول لك طيب فيها المبادرة العربية الجامعة العربية قبل شم يوم على لسان نبيل العربي قال احنا نؤكد على الحل السلمي بل اكثر من ذلك طيب الحل والحوار السلمي اكثر من ذلك موقف الحكومة انت ترى موقف الكويت لا يا اي كان موقف الكويت امام حقوق الانسان لجنة حقوق الانسان التابعة على الامن المتحدة يركزون على الحوار والحل السلمي طيب واحنا مع ذلك احنا نريد الحوار نريد الحل السلمي لا نريد ان تراق الدماء في سوريا لا من النظام ولا من غيره انت اليوم كحكومة تدعم اراقة الدماء بدعم المجموعات المسلحة الله اكبر طيب خلينا نحن نقطع على موضوع الموضوع السوري اللي مثل ما قلت لك هو موضوع طويل جدا لنرجع مرة ثانية الى اجواء بعض القضايا اللي من المرشح هنا تكون قضايا مهمة في المستقبل القريب موضوع الادعات تحديدا تكاليك تصريح في شهر سبتمبر الماضي من الخطورة توظيف الجدل المحيط بالادعات المليونية في معارك سياسية بين الطراف متحاربة لا يهم بعضها الوصول الى الحقيقة ومحاربة الفساد بقدر ما يهمها قتل الناطور سمو رئيس مجلس الوزراء السابق استقال مستقبل هذا الموضوع كيف تراه اختصارا بالجواب سيد احنا الان موضوع اداعات المليونية امامنا قضيتين بجان التحقيق ستقدم في قادم الايام وهناك استجواب تم الاعلان عنه لم يقدم رسميا لنائب الفاضل صالح من نسبة الادعات لازلت اقول اهم حققوا الجانب الاكبر من قضية الناطور اللي شعلوا رئيس الوزراء وتم توظيفها توظيف مبالغ فيه بالنسبة لعزل رئيس الوزراء وحتى حل مجلس الامة طيب ولكن ما كانت مطروحة بشكل اساسي في اولويات اولويات كثير من المرشحين انما نتيجة بقضية معينة ان اهم خلال المجلس السابق تذكر انسحبوا اثناء طرح التكتل الوطني للجنة تحقيق الادعات انسحبوا منها ولما صارت الترشيح ترشيح لمجلس الامة في كثير من المنتديات الانتخابية الدواوين وايد كان هناك ضغط عليهم شلون انتوا انسحبتوا من لجنة الادعات وانتوا ترغبون في الوصول الى الحقيقة فقاموا يقولون لا ان احنا في المجلس القادم راح نقدم راح نقدم شافوا نتيجة للضغط الموجود الجماهيري من قبل ناخبينهم ان لا هناك منطالبات حقيقية في ضرورة تشكيل لجان تحقيق تعتقد لجنة التحقيق القادمة التي اعلن عن بعض اسمائها راح تصل الى الحقيقة في موضوع الادعات والله الامور يعني رهينة بالمستقبل رهن المستقبل الان تفضلت الاخ صالح عاشور تقدم باستجواء اعلن اعلن ايه ما ادري متى يعني ربما يتقدم فيه الايام القادمة او غيرها ايضا فيه نوعين من اللجان ايضا لجنة تحقيق بالنسبة للادعات المليونية هذه واحد ولجنة انتداب من الاخ مرزوق الغانم ومجموعة وياه اضافة الى اللجنة الاولية اللي هي التحقيق الحكومة الان لم تقر ترى لجان التحقيق اجلت الموضوع اجلت الموضوع طبقا للائحة ولي ايضا صلاحيات الحكومة في التأجيل اجلتها لمدة اسبوعين تبحث هذا الموضوع لم يقر بخصوص اللجان طيب وهناك ايضا استجواب ايضا مقترح احنا اللي همنا انه نريد الوصول الى الحقيقة سواء باستجواب او بلجنة تحقيق الوصول الى الحقيقة وانه لا يدان واحد بريء وايضا المدان يجب ان ياخذ جزائه ايا كان ايا كان موقعه نائب وزير غيره يجب ان ايضا يعني اللي فعلا يثبت عليه الجرم ياخذ جزائه وايضا قضية مهمة قضية الاجهزة المختلفة اللي تتحمل مسئولية في هذا الموضوع يجب ان تأخذ جزائها سواء البنوك او اي جهة استثمارية اخرى او البنك المركزي او اي مسئول في الحكومة اضافة الى الاشخاص اللي يتعلقون بها القضية طيب سيد عدنان عبدالصند اعتبرت الحكومة ما تعرف كوعها من بوعها انت تنتمي الى التحالف الاسلامي الوطني انكم اثنين نواة في مسجلس الامة انكم وزير في الحكومة وانتقت الحكومة اللي اتخذت بعض الاجراءات بحق رموسكم السياسيين اسمع منك الجواب على المنصة بعد الفاصل خلكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قانونية مستحقة لهم صلاحية والله شوف هذا الموضوع مع الاسف يعني تم تداول بشكل متناقض من قبل بعض الاخوان ولا اريد ان اسميهم قبل فترة الانتخابات كان عندهم رأي خلال الترشيحات كان عندهم رأي اخر الان ايضا من موقع المسئولية ما تدري رأيهم بالضبط لانه تم تفويض الاخ نائب الرئيس حسب ما سمعنا هو قال نائب السلطان انه تم تكليفه بدراسة الجانب القانونية في البلاغ المقدمة من المجلس السابق ورفع تقرير بشأنه الى مكتب مجلس الامر نعم اولا سحب البلاغ احنا سبق لما كنا في المجلس مكتب المجلس السابق حسب استشارة قانونية واضحة انه لا يمكن سحب البلاغ خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان ارسل البلاغ وبالتالي حتى الان لا يمكن سحب البلاغ وايضا هذا اول لما كان فيه كلام انه بيسحبون البلاغ نائب الرئيس الاخ خالد السلطان قال لا بس جوانب قانونية انا لا اعرف شنو موضوع الجوانب القانونية هذه نقطة نقطة ثانية انه في نائب الاخر محمد جويهل قدم بلاغ ويقال بانه اقوى من البلاغ الاخر بصفته مواطن فيما يخص اقتحام المجلس وبالتالي القضية مستمرة وايضا الموضوع حسب الاجراءات القانونية مستمر حسب علمنا والله اعلم طيب دعونا انتقل في الدقائق المتبقية من هذا البرنامج الى موضوع الحكومة في الندوات الاخيرة اثناء الفترة الانتخابية نبرت سيد عدان عبدالصمر بتجاه الحكومة كانت مرتفعة الى حد ما الان في الجلسات الاخيرة ببعض سمع ايضا بعض الانتقادات اللي وجهها سيد عدان عبدالصمر الى الحكومة الحالية دعونا استشد هنا بعض التصريح لسنا مع الحكومة على الحق والباطل كانت لنا العديد من المواقف المعارضة سابقا لتوجه الحكومة ليس لدينا خطوط حمراء اتجاه الحكومة المقبلة تصريح حالي تذكرت ان الحكومة خاضعة للترهيب من الاغلبية البرلمانية والتصريح اللي ممكن قلنا نقول لشوي الحكومة ما تعرف كوعها من بوعها البعض قاعد يقول ليش هذه الانتقادات الان من قبل سيد عدان عبدالصمر للحكومة الحالية اللي عندكم فيها وزير حتى الحكومة السابقة بل حكومات السابقة كان عندنا وزير فيها وكان في بعض المواقف ننتقدها وجود وزير عندك مو معناته ان والله الحكومة معصومة لا ترتكب اخطاء لا حتى الحكومات السابقة مو الحكومة السابقة كنا نوجه لها انتقادات لادعة وبدليل انتفضلت في مواقف نعترض على الحكومة فيها ولا نتفق مع الحكومة ومواقف الحكومة كانت بحاجة الى اصوات محدودة لكي تمرر قضايا معينة كنا لا ضدها لا يمنع وجود انك انت تنتقد الحكومة وايضا في نفس الوقت لما تنتقد الحكومة في قضية معينة لا يعني انك اليوم قبل غدا تريد اسقاط الحكومة لا في هذا الموقف الحكومة ما تعرف كوعها من بوعها وسبق قلت لك انا لا وزير الخارجية لا وزير مجلس الامة وزير الاسكان انا اتصور هذولا ما كانوا موفقين في اتخاذ هذا الموقف داخل مجلس الامة ومع الاسف احنا قاعد نشوفهم في مجلس الامة الوزراء ساعات لما يطرح قانون او قرار عفوا في المجلس الحالي في المجلس الحالي والمجالس السابقة كل واحد يلتفت ها شلون منه من الوزراء من الوزراء اي لا والله موافقين لا والله ممتنعين ما اكو واحد منسق او على طول يعرف شنو التوجه العام للحكومة وبالتالي وبالتالي لما قلت انه ما تعرف كوعها من بوعها ينطبق على الوضع الحالي حتى في هذا توني الاشياء اللي احنا قلناها انتو الان عندكم علاقات دبلوماسية مع سوريا علاقات شلون انت الان تطالب بقطع العلاقات بتوصية بان لا والله ما بيرجع على موضوع ما بيرجع بس قاعد اعطيك التناقض اللي قاعد يصير وبالتالي ما تعرف كوعها من بوعها بهذه القضية نعم انت ذكرت سيد بان لا يعيب وجود وزير التحالف اسلام الوطني في الحكومة وبالتالي انتو قاعدت تنتقدون هذه الحكومة هذا امر تعتبر حق طبيعي ومشروع لكن البعض يقول ان طيب لكن عندكم وزير في الحكومة وعندكم اثنين نواب حادثة المطار شكلت مفارقة تم التعامل بشكل غير لائق مع الامين العام للتيار الاسلامي التحالف الاسلامي الوطني هو التيار السياسي اللي تنتمون له بشكل غير لائق وكان هناك تصريحات بان هناك تعليمات من وزارة الداخلية بأي معمم دين يذهب الى التحقيق ما تعتبر ان انتو لعنكم وزير ونواب في الحكومة تم التعامل معكم بشكل غير مناسب خليني نعبو وهذا انا اربطه كلامك في ايام الترشيحات الحكومية عفوا انتخاب ايام الانتخابات ترشيحات حق هالمجلس الحالي الموقف احنا لا قلنا فعلا مع الحكومة وفي مواقفها الاصلاحية وما عندنا خط احمر لاي وزير مثل ما طرحوا بعض الاخوان الاخرين انما احنا كنا خايفين من شيء اساسي ولا زلت انا اخشاه ولا زلت اخشاه اللي هو بان الحكومة تكون من الضعف بحيث تخضع لابتزاز الاغلبية او تهديد الاغلبية او الضغوطات السياسية عليها من قبل الاغلبية انا هذا الشيء يعني اوه اللي قاعد يخلينا نفكر ان لا الحكومة يجب الا تخضع للا ابتزاز لأي ابتزاز او تهديد واذا اهي فعلا راح تخضع وخاصة في القضايا الجوهرية فحكومة لا تستحق البقاء من اول احنا قلنا وبالتالي يجب اوه هذا شنو يعني قضية عدم الخضوع للا ابتزاز ان تطبق القوانين انت ذكرت سيد ان يعني وعدت ان راح تتابع بالاجراءات التعسفية لحرثت باتجاه علماء الدين يا ايك انا يا ايك ما عندي وقت انا وقت كلش لا لا انا يا ايك وبالتالي ان يعني احنا هذا تابعنا الموضوع و ب اكثر من مرة مع وزير الداخلية حسب كلام وزير الداخلية ان هذه تصرفات فردية تصرفات فردية وبالتالي ان اعطى تعليماته بعدم التعرض لاي عالم شيعي في المطار لان كان الممارسات تتخذ تجاه العلماء الشيع بالذات دون غيرهم تحديدا دون غيرهم وبالتالي قال هذه ممارسات وانا راح احقق فيها قلت طيب انت وضحوا انتو كوزارة الداخلية جدل في كثير من القضايا قال احنا الان في طور التحقيق وبعد التحقيق نتخذ اجراء ايضا قضية محاسبة المسؤول عن هذا التصرف هذا تصرف مو بس غير مناسب يعني سيء جدا انت بعض العلماء الشكل وبعدين الشيخ حسين ايضا معروف حتى لدى الحكومة وعلاقات مع القيادة السياسية مع صاحب السمو بكل اطراف انت الان ما تعرف شيخ حسين بالمطار وغيره طبعا هذا الموضوع ينطبق على الاخرين تعال واش صاير ليش صاير هالموضوع وبالتالي يفترض ان يحاسب من تسبب في هذا الاجراء اضف الى ذلك اكو قضايا اخرى انت ذكرت موضوع قضايا اخرى انا خليني هنا استحضر بشكل سريع في دقيقة بالجواب منك سيد موضوع ايضا اثار كثير من اللغط والجدل ودخل النائب وليد الطبع الخط في سجال موضوع احتجاز السيدة العراقية ايه هذه الملاية العراقية امرأة ملاية فاضلة مثقفة الان والله صورت في جمعية الجيش لان بس فيها الجيش جمعية تعاونية ايه طيب لما صورت اثير اللغط لا ان صور اجهزة مباني امنية واغهزة وثبت حسب كلام وليد الطبع بالجرم المشهود انها جاسوسة اوه اوه وين صارت وبعدين اكو خطورة خطورة انا بلقت وزير الداخلية ان هذا من يسرب من الاجهزة الامنية محضر التحقيق سواء محضر التحقيق او معلومات مغلوطة من اللي يقول حق النائب انه والله هذي ثبت بالجرم المشهود انها جاسوسة تعالوا حققوا انا اخشى من اختراق الاجهزة الامنية هناك من يحاول الاساء للبلد الى الاجهزة الامنية كلمت وزير الداخلية ايضا قال لي بحث الموضوع هالقضية وقضايا اخرى احنا بالمناسبة يعني الان في هال المناسبة نستخدم وزير الداخلية يجب ان يتخذ اجراء حقيقي لمحاسبة المسؤول ولتلافي هذه القضايا في المستقبل لكي لا يثار جدل وتصير قضايا من لا شيء 2009 قلت ان احنا نعيش في وضع كور مخلبص هل لازلنا نعيش بكور مخلبص بكلمتين بالجواب ايه طبعا هذه لازلنا ما شفنا مؤشرات تفكيك هذه الكور مخلبص احنا نعمل وانا اقول لك حتى على هالفصل التشريعي وقت مبكر ولكن لم نرى مؤشرات على حلحلة هذا الكور مخلبص ولكن لا نملك الا الامل ان شاء الله عضو مسلم والنائب سيد الفاضل عدنان عبدالصمن كل شكر لك على حضور كل المنصة شكرا لك مشاهدين الكرام وعدي معكم اسبوع القادم يوم السبت ساعة عشر مساء خلكم معنا في امان الله